تمثل ليبيا اليوم مع استمرار تركيا بإرسال متطرفين إليها تمثل بيئة خصبة قد تستغلها الجماعات الإرهابية نتيجة الانفلات الأمني والتصعيد العسكري الراهن وذلك لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا يرى خبراء أن تزايد وجود التنظيمات المتطرفة في ليبيا قد يمهد لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات أو إنشاء جماعات جديدة منشقة عن التنظيمات القائمة خصوصا مع نقل أنقرة لعشرة آلاف متطرف إلى ليبيا وفق المرسد السوري الذي كشف أن كثيرين منهم كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة الحديث عن خريطة تحالفات جديدة للتنظيمات الإرهابية يأتي بعد انحصار نفوذها في سوريا والعراق وانتقال بعض عناصرها إلى ليبيا إذ أكدت تقارير انتقال عناصر تنظيم حراس الدين المتطرف إلى مصراطة فيما توجه البعض إلى مالي هذه التخوفات التي نقل خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة لصحيفة الشرق الأوسط ذكروا خلالها أن قيادات في تنظيم القاعدة كانت تنتمي لهيئة تحرير الشام وانشقت عنها توجهت أيضا إلى ليبيا في أبريل الماضي أبرزهم أبو اليقادان المصري أما المجموعات الداعشية السورية فمن الممكن أن تنظم لفرع داعش في الجنوب الليبي المعروف بجيش الصحراء والذي بات له امتدادات في تشاد والنيجر الخبراء تحدثوا أيضا عن نقل تركيا لعناصر داعش من المخيمات في سوريا إلى ليبيا هناك خيارات التحاقية بتنظيمات الأصول أو الفروع أكبر فبعضهم قد يسعون الانضمام إلى التنظيم في بلاد المغرب العربي والمعروف بجند الخلافة أو ربما لجماعة بوكو حرام أما المنتمون لتنظيم القاعدة فقد ينضمون لفرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والذي يضم جماعات مثل نصة الإسلام والمسلمين وكتيبة عقبة بالنافع وأنصار الشريعة في ظن كل هذه التحليلات والوقائع قد تتحول ليبيا إلى ساحة جذب لتلك التنظيمات المتطرفة وقد تشكل معقلا جديدا لهم لتكمل المشهد في هذه القارة التي شهدت العام الماضي ارتفاعا في نشاط هذه التنظيمات حيث تعرضت القارة إلى حوالي 3471 عملية إرهابية أصفرت عن وقوع أكثر من 10 ألاف وفات